وسعدت موقعاً أيها المفكرون الصغار أنا معلمة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال سيكون درسنا لهذا الأسبوع هو درس حرف الغين سنبدأ بمهارة الاستماع وستقوم بدورك كمتعلم البكالوريا الدولية بالاستماع إلى القصة وإعادة سردها بلغتك الخاصة وأن تتسمع بسمتي المفكر والمتأمل قصة حرف الغين الغزال السريع قال سكر أنا أحب الغزال لأنه سريع قال وسيم أنا أحب الأغنام فهي مفيدة قالت سمسم أحب الببغاء فهي ذكية قالت ماما أما أنا فأحب العصافير فهي تغرد بصوت جميل النهاية ثم ستنتقل أيها المتأمل الصغير إلى مهارة التحدث ستقوم بدورك كمتعلم بتأمل لوحة حرف الغين وتعبر عما تشاهد في هذه اللوحة من الصور التي تحتوي في صوت اسمها على حرف الغين وتنتقل إلى قصة حرف الغين بعنوان الغزال والغراب ستقوم عزيز المفكر بالاستماع إلى قصة الغزال والغراب وتأمل الصور الموجودة أمامك من ثم محاولة إعادة سردي قصة الغزال والغراب بلغتك الخاصة وهنا عزيز المفكر عليك القيامة بقراءة الصور والكلمات التي تحتوي في صوت اسمها على حرف الغين في أول ووسط وآخر الكلمة بعد ذلك ستقوم بالانتقال إلى مهارة القراءة هنا عزيز المتواصل سيكون عليك القيامة بدورك كمتعلم في جزئية مهارة القراءة فتقوم بتمييز اسم حرف الغين وتمييز صوت حرف الغين اسم الحرف غين صوت الحرف غ وأيضا عليك نطق حرف الغين مع المدود القصيرة غ غ غ ولا تنسى أيها المطلع الصغير عليك أيضا تمييز صوت حرف الغين مع المدود الطويلة الألف والواو واليا غ غ غ غ وأيضا عليك عزيز المتواصل أن تقوم بوضع دائرة حول حرف الغين في الكلمات المعروضة أمامك مثل كلمة غسيل حرف الغين في بداية الكلمة وكلمة فراغ حرف الغين في نهاية الكلمة ولا تنسى أن تضع دائرة حول الصورة التي تحتوي في صوت اسمها على حرف الغين ككلمة كصورة غسالة غراب وهكذا أما هنا عزيز المتواصل الصغير عليك أن تقوم بمهارتي التركيب والتحليل وذلك بقيامك بتركيب المقاطع الصوتية لتكوين كلمة مثل المقاطع الآتية غ ز ل عندما تجمعها سوية تصبح كلمة غزال وأن تحلل الكلمة إلى مقاطعها الصوتية ككلمة غالب المقطع الأول غ الثاني الثالث غالب ثم عليك تهجئة وقراءة الجمل والكلمات المعروضة أمامك بصوت واضح وسرعة معقولة ككلمة مغرب وجملة غادر غازي البيت أما هنا عزيز المفكر عليك أن تضع دائرة حول الحرف الذي تبدأ به أسماء الصور الموجودة المعروضة أمامك كصورة عصفور أمامك ثلاثة حروف العين والغين والصاد عليك أن تضع دائرة حول حرف العين لأن صورة عصفور وكلمة عصفور تبدأ بحرف العين ثم عليك أن تقوم بوصل الكلمة والحرف الغين المناسب هناك أربعة أشكال لحرف الغين غين في بداية الكلمة وغين في نهاية الكلمة منفصل وغين في نهاية الكلمة متصل وغين في وسط الكلمة على سبيل المثال كلمة فراغ يأتي حرف الغين في نهاية الكلمة منفصل ستقوم بوصل كلمة فراغ بحرف الغين لآخر الكلمة منفصل وهكذا وآخر مهمة لك عزيزي المهتم في درس حرف الغين هي مهمة مهارة الكتابة ستقوم بكتابة حرف الغين بحسب موقعه في الكلمة الغين في أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة متصل وآخر الكلمة منفصل وأيضا عليك كتابة حرف الغين مع المدود الطويلة غا غو غي وأخيرا عليك كتابة كلمة غدير بالشكل والاتجاح الصحيحين هذا كل ما لدينا أحبة الصغار في درسنا لهذا الأسبوع حرف الغين أسعدتم أوقاتا